النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جزع نخلة فلما صنع له منبر من سلاس درجات ووقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة رضي الله عنهم خنين بكاء كده وحنين وخنين لهذا الجزء كأنه طفل صغير يبكي فأخذوا ينظرون فنزل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي نزل النبي عليه الصلاة والسلام من فوق منبره قطع الخطبة ثم ذهب إلى هذا الجزء وأخذ يربط عليه طبطب عليه كده كما يعني يطبطب على الطفل الصغير حتى توقف الجزع عن البكاء لماذا بكى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف فوقه ويخطب واستبدله بمنبر لما اتسعى المسجد وزاد الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام أنظر إلى رفقه صلى الله عليه وسلم حتى بالجمادات أنه